لكن كمان احنا جايين في مسؤولية كبيرة عارفين المحطات مش زاهي كل مرة محطات أصعب من كل مرة لكن في النهاية مسؤولية علينا كلنا سواء كان جهاز أو لعيبة واصقين في اللعيبة كلها اللي موجودة سواء كان زمالنا موجودين مع أنا أو لحق بينا أو ما لحقوش يعني يعني ما كمان عندهم محطة صعبة لكن في النهاية احنا واصقين في المجموعة اللي موجودة نشرح منكم عند حصن الظن ونشرح من ظروف تساعدنا مشاركة مع أبطال قرط في العالم كله طبعا بيبقى لها حسابتها ولها ظروفة قدام جماهيرنا المصرية هنا وجماهيرنا الإماراتية برضو هنا اللي اتنين واحد يعني فنشرح منكم عند حصن الظن يعني شفت الاستبال ازاي في المطار؟ يعني زي كل مرة سواء كان هنا أو في أي حتة عربية هنا بالذات بتبقى مختلفة شوية لان الجماهير المصرية والجانية المصرية اللي هنا وكمان الجماهيرنا الإماراتية طبعا بتأكيدها تبقى شكل مختلف لان هما جايين يأزرون أكيدها ان شاء الرحمن على يوم السبت بإذن الله نكون مستعدين وكون عند حصن الظن عارف ان هي لقاء مستهل أو عارف ان هو لقاء صعب مع فرقة عندها برضو خبرات في المنديا اللي هنا شاركت فيه كذا مرة لكن ان شاء الرحمن بإذن الله يتكون تفويق حالفنا بإذن الله كلام حالتك مع العيبة خاصة العيبة الصغيرين الناشئين كلامك كمعهم ازاي هاي الفرص بتيجي كده اي العيب بيبقى عايز فرصة يعني فرصة دي ممكن تكون كبيرة وفرصة ممكن تكون صغيرة ربنا أراضي ان يبقى فيه لعيبة ممكن تكون موجودة النهاردة هنا فرصتها جات لها المهم ان انت تتمسك بيها والاستمرارية تكون موجودة وان شخصتك تبقى موجودة وحضر يعني مباراة كبيرة واجواء حلوة وبطولة على مستوى علي جدا كل واحد في القرى بيتمنى ان هو يكون مشارك هنا النهاردة فلازم تكون انت ورضو عندي حسن الظن ده وتكون عندك ثقة في نفسك احنا وسكن فيك لازم انتكلم ان تكون عندك ثقة في نفسك عندنا ظروف مصر كلها عارفة الظروف اللي احنا فيها وعارفة سواء من لعيبة في المنتخب اصابات كورونا تكلمنا عن موضوع ده كبتن سأل مش عايز اقاف عمده كتير عشان مش عايز اعمل اجواء سلبية او طاقة سلبية خلينا نتعامل مع الموقف يعني كل يوم ان شاء رحمن بيعدي بيقربنا من المباراة كل يوم بيعدي ان شاء رحمن بيقربنا الهدف احنا جايين له مسافرين له ومحضرين له وبقى ان فترة بنتكلم فيه كتير وبنشوف مباريات وبنشوف مشاهد كتير جدا المنتهري وبالتأكيد ان شاء رحمن نكون عند المعاد ونكون حضرين بإذن الله اخر حاجة كبتن سيد كلمة الجمهور النادي الاهلي وبرضه عايز اكتطمن جمهور الاهلي على يعني زي ما انا قلت بقول دايما الجمهور الاهلي عارف دوره كويس قوي زي ما كان فيه جمهور في مصر من سندان ومازران ووقف معنا اكيد هنا برضو هنلاقي نفس الجمهور بلاص كمان الجمهور الامارتين